حالة ضجيج وصخب وفيما يخص قضية الحجاب وما مدى مشروع يوتو وصحة مسألة فكرة الصراعات والنميمة التي أصبحت أيضا مقودة في المجتمع المصري الحقيقة عندنا محاور كثيرة جدا الحقيقة يعني لا نجد أفضل من فضيلة العالم الجليل الشيخ الجليل الذي يستطيع أن يمتلك من العلم ويمتلك أيضا من القدرة على التفنيد فضيلة العالم الجليل الشيخ خارد الجندي الذي شرفنا النهاردة أهلا بحضرتك وأنا عارف أنا مشفق عليك أنك متصدي لكثير من القضايا لسه كنا نتكلم قبل أن نطلع الحلقة عن هموم الدعوة والدعاية ورجل الدين وأنت رجل دين مهموم لأنك أنت مهموم بما يحدث للدين ويتعرض له الدين من الإساءات فربنا يعني ينفع بيك ويقدرك أنك أنت تقدر تفني اللهم أمين